أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تزويد مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج تعيد المواطنين لرغب الترشح في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت زحما ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية بأعداد إضافية كافية من الأجهزة واللوحة الإلكترونية التابلت وكذلك الموظفين المدربين وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها وجعت جميع مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج التأييد بالاستمرار في تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها مشيرة إلى أنه في حالة وجود تكدس أو أعداد كبيرة من المواطنين مما أحد المكاتب أو بعضها فإن تلك المكاتب ستستمر في العمل دوما للقيد بأوقات وعدم التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل موعد الإغلاق وشددت الهيئة على حرصها على متابعة حسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة والتجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى التي ترد إليها والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية مضيفة أنها ترحب بالتواصل معها واختارها بأي شكاوى أو استفسارات حتى يمكن اتخاذ اللازم حيالها